معدل تغير ميتوكوندريا حواء يثبت الخلق وخطأ تطور وده الجزء الثامن عشر في الرد على أدعاء تشابه الإنسان والقرادجينيا وتشرحيا اللي يمتابع معايا القسم الثامن اللي بدأناه واللي احنا دلوقتي فيه المحاضرة 18 17 قبل كده اللي اخدناهم درسنا في القسم ده الفرق ما بين الإنسان والقرادجينيا وتشرحيا بعد ما كنا خلصنا في القسم السابع الحفريات كلها والقسم ده برضو أكد خطأ التطور من الناحية الجينية مش بس الحفريات وأوطحها بوضوحة أن هذه الفرادية خطأ تماما لأن لو الإنسان والقرادة زي الشمبانزي من جد مشترك من خمسة مليون سنة زي ما بيدعوا تطوريين وبنتماشى مع فرادية عمرت الخطأ بتاعتهم لكن لازم طالما هم من جد مشترك من خمسة مليون سنة كانوا لازم شبه يتطبقوا جينيا دولا جدهم واحد اختلافهم ده يثبت خطأ التطور بوضوح لكن يثبت إيه يثبت التصميم علميا بوضوح أنه كل واحد منهم مصمم على حدة بطريقة مناسبة جدا لحياته عرفنا بالمراجع كتبة التشابه القردة وخاصة الشمبانزي مع الإنسان جينيا 99% إياها اللي لسه بتتدرس لولادكم حتى الآن على أنها حقيقة رغم أن معروف أنها كتبة ومن زمان معروف أنها كتبة والمراجع العلمية الإلحادية قالت عنها أسطورة ورغم كده لسه بتتدرس لولادكم وعرفنا أنهم علميا كل منهم مصمم على حدة لأنهم مختلفين كمان في عدد الأكواد بتاعة الDNA ماينفعوش يكونوا من جد مشترك مختلفين هذا الاختلاف ومختلفين كمان في ترتيب الأكواد بتاعة الDNA مش بس عددها ومختلفين في عدد الكرموزومات وده هذا الأمر الكاريس لأنه ماينفعش الجنين يتكون يعني يتقسم ويتكون وأصلا عدد الكرموزومات مختلف ومختلفين في ترتيب الجينات على الكرموزومات مما يؤكد أنهم ليسوا من أصل مشترك ومختلفين في عدد الجينات وده كارثي ومختلفين في تصميم هذه الجينات وبخاصة نقطة أو كارثة الجينات اليتيمة البشرية وبخاصة الجزء الأساسي اللي يتسمى جينات أساسية ليه؟ لأنه للدعاء التطوري الخاطئ اللي يتدعي أنها ظهرت تدريجيا وفي جيل بعد جيل تتغير وكودين ثلاثة والكلام ده ماينفعش ده ماينفعش يعيش بدونها مش ولا جيل ده ولا يوم ده جينات أساسية ونلاقيها مصممة منتهى الضقة للإنسان وليوجد مثيل لها إزاي؟ إلا لو ما كانش بالتصميم وده دليل علمي وواضح يشير للتصميم وعرفنا كمان أن قواعد الطفرات الخامسة تثبت علمياً خطأ التطور وتثبت بوضوح صحة الخلق اللي صمم هذه الجينات وعرفنا أن الطفرات لا دؤد للتطور بل لتظاهر جزء كبير منها بيبقى ميزاهر بيقود لتنوع رغم أنه في الحقيقة اخسارة جينية وبعض منها بيبقى تظاهر اللي هو الواضح زي الأمراض الورثية والسرطانات يعني الجينات مصممة بدقة عشان كده أي تغير فيها هو تظاهر يعني كل دي أدلة علمية على صحة التصميم وخطأ التطور أيضاً درسنا سرعة تظاهر الدين في الإنسان وده أمر علمي مقاس هنعرف النهاردة ردهم على موضوع آدم وحواء ويحناخد بداية ردود الملحدين للأمر الكاريسي المهم نكمل فدرسنا مع بعض سرعة تظاهر الدين في الإنسان وده بمعدل علم مقاس شافوا كمية الأخطاء اللي موجودة في الدين ومعدلها بيحصل الدين في الجيل طلع لهم متين جيل يعني بدأ الإنسان سليم بتصميمه الرائع من متين جيل فقط يعني من ستة لف لسبعة تلاف سنة بس ويتظهر تدريجياً من متين جيل فقط ده بأبحاث واعترافات العلماء اللي حتى العلماء الملحدين لما شافوا هذا المعدل طب الإنسان هو موسيبيان اللي طلع من متين وخمسين ألف سنة وهو أصلاً ما يقدرش يعيش أو التفرد كلها اللي حصلت له من متين جيل بس يعني من ستة لف سبعة تلاف سنة طب الإنسان ما تفناش ليه مئة مرة مئة ضعف ده يؤكد أن الإنسان عمره قصير علمياً بطريقة مقاسة وتطابق علمياً الأعمار الكتبية وكل ده بيمكروا الناس دولة مش معندهمش أدلة الناس دولة عندهم أدلة فوق ما تتخيلوا لكن هم من اختاروا أن يخف عليهم بإرادتهم وللأسف بيضلوا شبابنا وشبابنا بيضلوا مش عشان معندهمش أدلة شبابنا بيضلوا وبيلحدوا علشان للأسف ما يعرفوش أن عندنا هذا الكم من الأدلة المهم وصلنا لموضوع هام جداً في المحاضرة اللي فاتت وهو أن علم الجينات لما درس الـDNA الحلقي اللي موجود في الميتوكوندريا الميتوكوندريا الـDNA اللي هو موجودة في السايتوبلاز واللي عرفنا فكان الجزء اللي فات كنا بنعرف فكرة بتاعتها إيه لكن النهاردة هنشوف المعدلات بقى المتقاسة إزاي فدي إن إيه الحلقي في الميتوكوندريا اللي بيتنقل من الأم بس للأبناء لأنه بيتنقل من السايتوبلازمة بتاع البوايتة بتاع الأم بس اتضحت كارسة للتطور إيه هي؟ إنه كل البشر جم من أم واحدة وهي حواء لقبوها بهذا الاسم من 6.000 سنة أو ما بين 5.000 إلى 10.000 سنة ده المفروض خلاص يكون الموضوع خلص دليل علمي يثبت الخلق الكتابي ينفي التطور بطريقة قاطعة بل مش بس يثبت الخلق الكتابي والأعمار الكتابية ده يثبت علميا قصة آدم وحواء ده أصبح دليل علمي عشان كده اللي بيتكلم آدم وحواء أسطورة بأصل آدم وحواء أسطورة إيه ده العلم أثبتها بطريقة قاطعة لكن لأننا لو بدأنا بآدم وحواء بس كنا لازم نلاقي التنوع الجيني في البشر بسيط جدا دولة من أب وأم واحدة من 6.000 سنة ونقدر لما نشوف معدل التغيرات نفضل بالراجع بدراسة الجينات واللي كانت عليه قبل هذه التغيرات نقدر نتأكد أن البشر فعلا كانت تجمعهم أم واحدة بشرية اللي هي حواء وده اللي ثبت أنت لو عايز دليل يثبت قصة آدم وحواء ما فيش أقوى من هذا الدليل الجيني ما فاضلش غير آدم وحواء يطلعوا من الموت ويقولوا أيوة إحنا آدم وحواء ورغم كده مش يصدقوهم لأنه ولو قام لهم واحد من الأموات لن يؤمنوا زي ما قال إنجيل لقى 16 لكن لو بدأنا بأجناس مختلفة تطورية وصلت لكل أنواع الهوم واللي قاعدين يصدعون بها باستمرار الكتير المزعومة وبعضهم خرج من أفريقيا قبل اللي قبلوهم في أوقات مختلفة وبعضهم انتشر هنا وبعضهم انتشر هنا وبعضهم عد كباري وراح جزر معزولة وانعزل تماما لكن بعضهم قاعدوا يتناسلوا مع بعض كنا لازم نلاقي تنوع ضخم جدا في جينات البشر مختلفين بأشكال مختلفة ونلاقي مصادر هذه التنوعات من ملايين السنين أو على الأقل مئات الألوف من السنين وكنا لازم ما نلاقيش أن البشر يجمعهم أب واحدة ولا أم واحدة هتبقى أمه مشتركة إريكتاس ولا هكلاس ولا دياندرسال ولا إيه بالزبط ما ينفعش لأنهم مجوش من أب واحد ولا أم واحدة وده اللي اتضح خطأه واتضحنا الكلام ده كل القصة الحلوة الجميلة بتاعت ألف ليلة وليلة تطورية ما حصلتش لأنه تم إثبات أن البشر تجمعهم أم واحدة اللي تسمى حواء وده دليل قاطع على الخلق الكتابي وآدم حواء الكتابيين وخطأ تطور الكاسم عرفنا أن الموضوع ده مش بس سبت بالدليل القاطع أن تجمعهم أم واحدة وده لا خلاف عليه والتنوع الجيني البشري وليل جدا وده لا خلاف عليه وده كفاية لوحدهم هما الاثنين يثبتوا الخلق وينفوا تطور لكن زي ما قلت ثبت أن هذه الأم أم البشرية كلها حواء أم البشر عمرها يطابق العمر الكتابي الاتقاس جينيا من 6000 سنة بس هنا نبتدي نكمل مع بعض فالجزء اللي فات زي ما قلت أخدنا فكرة عامة وإيه قصة D&L ميتوكندريا وبينتقل إزاي ويقصد قياساته وهكذا النهاردة بقى هنركز أكتر على معدل قياساته ونبتدي ناخد ردود الملحدين إزاي قاس عمر حواء جينيا القياس تم عن طريق خلال عمليات حسابية معقدة بيحسبوا فيها تاريخ D&A بتاع الميتوكندريا بتاع الأم حواء يتم عن طريق حساب عمليات التغيرات والانتقال عبر الأجيال من جيل لجيل ويدرسوها في مناطق مختلفة ويشوف هذه المعدلات ويقارنوها طب كمية الإجمال التغيرات اللي حصلت قد إيه أنا عندي المعدل الكمية الكاملة على المعدل يديني العمر لأن D&A أثناء نسخه بيحصل فيه بعض الاختلافات النسخية بعضها يتصلح وبعضها بيستمر وينتشر الاختلافات النسخية دي تغير ويتغير الجيل الجاي عن الجيل اللي قابله يقيسوا معدل التغير عن طريق وضع شجر التغيرات لمعرفة المصدر وعاشت إمتى المقضوع أشرحوا للتبسيط عشان الناس تفهم الفكرة اللي لسه لو ما كانش تخصصهم علم علوم أو درسوس جينات فالموضوع سيكون بعيد جدا عن مجال تخصصهم فعشان كنا حاول أبسطها نفترض مثلا DNA ميتوكوندريا حواء اللي بدأ بترتيب أكواد محددة CTCSGCA وهكذا تلات أكواد تلات أكواد كودونز كودونز وورا بعض ده لو كان بينتقل نسخة طبق الأصل ما فيش أي تغير من الأم للأبناء للأحفاد يكونوا كل زي وورا بعض بهذا المنظر كلهم متطبقين ساعتها ما نعرفش مين المصدر ولا شيء لأنه لو انتشر بدون تغير جيل عن جيل ما كناش عرفنا نستخدمه في حساب الوقت الوقت عايز شان تحسبه عايز معدل لكن بسبب النسخ زي ما قلت بتحصل تغيرات بين قصين تظاهر أو خسارة جينيين نلاقيها في قلة من الأكواد بتاعة الأحفاد تخالف الأصل فلو بدأنا بالأصل واحد اللي هو ما فيوش خطأ واحد يعني جدلا الأم حوق الجيل الثاني حصل فيه اختلاف من الأدنين أصبح جوانين ده اتغير وبعد كده لكن واحد تاني انتقل سليم لكن هو بدأ يتغير ولما هو بدأ يتغير حصل فيه الجوانين اتغير بأدنين وحصل تغير في الجيل اللي بعده فاتغير الجوانين لثايمين وواحد تاني اتغير فيه السايتوزين لثايمين وهكذا وبقى عندنا سبعة سيكونس مختلفين التغيرات دي اللي بتحصل في كل جيل تنتج فرقات تفضل تتزايد الفرقات دي مع تزايد الأجيال احسب معدل التزايد يعني معدل الأخطاء يعني معدل التغير واحسب الكمية الكلية اقسم الكمية الكلية على المعدل في الجيل يطلع عندي عدد الأجيال أول عمر دي الساعة اللي بقيس بيها جينية كل مجموعة تنعزل في مكان هم انخدوا الاختلافات قبل ما ينعزل ولكن بعد ما انعزلوا تبتلي تحصل عندهم هم اللي وحدهم اختلافات بتاعتهم تختلف عن مجموعة تانية انعزلت في حتة تانية فتلاقيهم يتشبهوا في اختلافات مقبل الانعزال مجموعة راحت في جزيرة في المحيط الهادي وزي هواي ولا غيره وانعزلت من 500 سنة التغيرات اللي عندهم الأولانية تشبه قبل ما ينعزلوا من الشعوب الأسيوية اللي راحوا منها لكن بعد ما انعزلوا في هواي التغيرات اللي تحصل فيهم تختلف عن بقية الشعوب تبقى مميزة ليهم فيبقى متشابهين في شوية ومميزين في شوية تانية لانهم لما انعزلوا احتفظوا بالتغيرات اللي قبل الانعزال واضافوا اليها بعد ما انعزلوا تغيرات اخرى بتاعتهم هون فنفضل نحل الأحفاد والأكواد بتاعت الأحفاد من المجموعات البشرية المختلفة ونعمل لهم شجرة نلاقيهم مختلفين في أماكن الأخطاء مجموعة رقم واحد مفهاش مجموعة رقم اثنين فيها اختلاف مجموعة رقم ثلاثة فيها اختلاف مختلف واربعة وخمسة وستة ونلاقي بعضهم فيهم تشابهات وبعضهم مختلف نفضل ندرس عدة أجيال في أماكن مختلفة نلاقي حسب معدل التغير ده اللي يسمى الساعة البيولوجية نقدر نرجع بالماضي نقدر منه نعرف الجد المشترك لنفس الجنس وعاش إنته وكلام ده عملوه على البشر وكمان عملوه على الحيوانات وعلى فكرة كلهم طلعوا نفس العمر هندرس الموضوع ده مع بعض فالأول الجين كان بدون أخطاء بدون خطأ واحد اللي ما كانش فيه تغيرات وعلى فكرة ده الواحده كفاية يثبت خطأ تطوره صحة التصميم يعني مصمم سليم مفيهوش أخطاء ده مش هاتش غل التصميم ما علينا ومن بعده بدأت تنتشر الاختلافات فلو الأصلي حواء كان منظر ده اللي تكلمنا عنه ده مثلا كانت حواء لما كانت لسه مفيهاش أي غلط واحد في أي كود جين من بعد حواء خلفت أولاد وأحفاد بدأ يحصل فيهم تغيرات مختلفة بعضهم عن بعض فمثلا الجيل الثاني والثالث تغير في الجيل التالي في أحد الأولاد الفايمين وفي الناسل المختلف تغير في جوانين وأدني كويس الأجيال التالية لدولة للحفيد التالي برضو حصلت فيه تغيرات فبيقي الأولان ينقل التغير بتاعه والتاني ينقل التغيرات بتاعته ولكن بتضاف إليها حفيد الأول لما تناسل حدث به التغير مختلف فبيقي يتفق مع الأولاني في حاجاته لكن أضاف إليها وهكذا فأصبح عندنا فرعين كل منهم بينتشر تغيرات مختلفة تشابهوا بس في الأولاني واختلفوا فيما بعد ذلك الأحفاد الأحفاد بقوا يتغيروا فبيقي عندنا في الآخر هذا المنظر الحفيد ده متشابه مع الحفيد ده فيما عدا كودين كود حصل فيما بعده كود ده لكن التلاتة دولة متشابهين مع التلاتة دولة الحفيد ده متشابه مع الحفيد ده في تغيرات حصلت أديمة زي دولة ولكن مختلف في ده عنده وهكذا الحفيد ده وعلى الحفيد ده ده ليهم أصلا مشترك فمتشابهين ولكن برضو بعد ما انفصلوا ده حصل فيه تغيرات زيادة وهكذا نقدر بكل سهولة ببحث تاريخ العوامل المشتركة والعوامل المختلفة مشتركين في إيه؟ مختلفين في إيه؟ نقدر نعمل شجرة نفضل راجعين راجعين في الفروع ولا الفروع بتربط في بعض في الاشتراكات لغاية ما نوصل للجد أساس كل دول ده القصة اللي بنقدر نعملها جينيا كويس فمثلا في أربع أجيال في المثال اللي قدام حضراتكم حصل 16 تغير 16 تغير ده في أربع أجيال طلعت لي سبع أشكال سبع أشكال بعضهم متشابه بعضهم مختلف لكن قدرت أجمعهم في أربع أجيال درستوهم كويس فعرفت أنه إمتى بدأوا بدأت التغيرات ده من أربع أجيال قدرت لي سبع تنوعات واللي سبع دولة فيهم 16 تغير فبكده بمعدل التغير 16 تغير في أربع أجيال يعني أربع تغيرات في الجيل كويس بقدر عملها بكل سهولة تاني توضيح للصورة دي لو في أم جات للمنطقة دي الوحدها وتعزلت الأم دي خلفت ابنين الابن الأولاني خلف فيه جيلين طلعوا لوقتي موجودين منه حفيدين وكانت خلفت ابن تاني الابن التاني هو خلف أكتر من ابن ده وده ده كمان خلف له اتنين وده خلف له اتنين وده كمان الهو ده وده كمان خلف له اتنين فبيقوا أربع أجيال جيل اتنين تلاتة اربعة كويس في الأربع أجيال دولة حصل فيهم النقاط الوقت حضراتكم دولة 16 اختلاف بقدر ألاقي ده مختلف عن ده في ده مختلف عن ده ودولة الكل الرابع من حفيد واحد لكن مشتركين في ده فأقدر لمدرسة اتنين ألاقيهم مشتركين في ده ومختلفين عن بعض أعرف ان الاختلاف ده حصل بعد يعني لما تخلفهم من مامتهم لكن مشتركين في ده ألاقي ده مختلف عن ده لكن مشتركين ده كل اختلافات بتاعته مختلفة لكن مشترك مع ده في التغير ده يبقى دولة أصلهم واحد يبقى دولة كده تلات أجيال جايين من مصدر واحد الناحية التانية نفس الموضوع بلاء ده مختلف عن أخوه في النقطة دي ولكن ده وده كلهم مشتركين في دول وهكذا بلاء ده مختلف عن أخوه ده ولكن مشتركين في دول ودولة أشترك فيهم هو وبس لكن بعد كده الفرع التاني يشتركوا كمان في التلاتة دول فأقدر أجمع مختلفين في دولة ومتجمعين لده يبقى ده فرعين من نقطة واحدة فعملت النقطة هنا مختلفين عن ده ولكن متجمعين كلهم التلاتة في ده فكده أوصل للفرع ده فوصلت كده للجد عرفت جمعهم ده مختلف وده مختلف ولكن متجمعين في ده يبقى من أصل واحد ودولة كمان مختلفين لكن متجمعين في ده يبقى دولة كلهم جايين من مصدر واحد وهكذا لغاية ما أوصل للأصل والمعدل ده اللي يسمى الساعة الجينية فعديت لقيت في الأربع أجياد حصل 16 اختلاف 16 اختلاف دولة طلعوا لي 7 أحفاد مختلفين 16 اختلاف دولة في السبع أحفاد لما عدتهم لقيت 16 اختلاف في الأربع أجياد يعني بيحصل عندي أربع اختلافات في الجيل المقياس ده يسمى الساعة الجينية الساعة اللي بتقيس يبقى لما لاقي 16 اختلاف أعرف أن دولة أربع أجياد لو لقيت 40 اختلاف أعرف أن دولة 10 أجياد وهكذا يقدر يقسموا كمية الطفرات على معدلتها في الجيل ومنها يقدر يحصلوا على عدد الأجياد وبناء عليه عمر الجيل دايما بيحسبوه في أربع تلاتين سنة 29 ل35 لكن دايما في العلم بيحسبوه أربع تلاتين سنة فيقدروا يقولوا عندنا عدد التغيرات دي وكمية كلها وعندنا بيحصل تغير قد ايه في الجيل يبقى الأجياد قد ايه يبقى الجد عمره كذا المشروع ده كان لبحثة هل يوجد ما يسمى السلف المشترك وطبعا كانوا يتمنوا أن يقولوا مفيش عشان يطلع يقولك بص الإنسان متنوع قد ايه دي رحلة التطور المتفرعة الكبيرة ايه لي ايه لي والكلام الكبير اللي بيصدعوا لولادكم والصور العملاقة اللي زي وردها لكم المرة اللي فات التفرعات ضخمة هما نفسهم تيهين فيها ولكن طلع فعلا كل الناس للباشري ليهم جد مشترك لكن لما ععدوا يحسبوا معدل التغيرات لكل المجموعات البشرية والمميزين في حاجاته مختلفين في حاجات الهابيلو جروب لما وصلوا للآخر اللي الجد مشترك ليهم كلهم اللي هو أصل الشجرة بالكامل من معدل التغير في المجموعات اللي لها بداية تاريخية محددة يعني زي ما ضربت لكم المثال العائلة مثلا انطقت معينة منطقة معينة على سبيل المثال درسوا أسر ملكية روسية كانت بتتناسل من بعضها بس أو درسوا أماكن قرى الناس راحت سكنتها واستعمرتها أماكن جديدة ما كانش حد عايش فيها وهكذا ده بأمور مقاسة وليست فرضيات ده حاجات متقاسة ومتسجلة تاريخيا بمنتهى الدقة كلام اللي بيتقال ده كله ده مش تطور ده مش فرضيات تطور كله فرضيات هزلية كل واحد بيفتي زي ما هو عايز تطور كله مبنى على فرضيات وليس قياسات أما الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده أمور متقاسة بيقسوها بدقة فلما يدرسوا أسرة محددة أو ناس مجموعة محددة راحت في مكان محدد لوحدهم وانعزنوا عرفوا كمية التغير وعرفوا معدل التغير بشكل التوضيح التالي زي ما قلت نلاقي ثلاث اختلافات في أفراد لكن يجمعهم عامل مشترك يكون هو مصدره هو يختلف عن العامل مشترك في المجموعة التانية لكن يجمعهم عامل مشترك يكون هو المصدر للمجموعتين فنلاقي ثلاثة مختلفين ولكن الثلاثة رغم انهم بيه مختلفات لكن متفقين في حاجة يبقى ده جد الثلاثة ده كمان مختلف عن حاجات لكن متجمعين في ده يبقى ده مصدرهم ده مختلف عن ده في بعض الأكواد ولكن كمان متفقين في حاجة تانية يبقى هو ده كان مصدره ايه اللي يحدد الأصل من امتى زي ما قلت درسنا كروموزومات نايتو كوندريا بتاعة عدد بشر كتير جدا بالإحصاء تمكنوا من معرفة عدد الأخطاء وتاريخ الأخطاء دي ومنها عرفوا السلف المشترك المشروع ده اللي هو يسمى جينو جرافيك بروجيكت ده كانت دراسة تقريبا لكل مناطق العالم تقريبا حتى راحوا لمجاهل الغابات بما فيها الغابات للناس المعزولة بتعوت اللي لسه عايشين حياة بداية في الأمازون وغلاء درسوا تقريبا خمسمية سبعة وتسعين ألف يعني نص مليون أكتر من نص مليون إنسان كلام ده حتى 2019 والموضوع زاد عن كده قوي هذه الأيام أحصوا بالكامل كام اختلاف درسنا المرة اللي فاتت إنه الـ DNA بتاع ميتوكندريا بتاع إيف هو في 16,569 قاعدة نيكلية دية كود لقيوا من 16,569 تغيرات مقدرها 929 الكلام ده تتطفق عليه المجلات وحتى تنشر في مجلة نيتشر وقاد لينك اللي عايز يتأكد من الكلام اللي بقوله قدام حضراتكم كويس يعني 16,000 قاعدة اتغير منها 929 قاعدة لما أسوها كويس جدا بدرسات تدقيقية في عائلات شهيرة ومناطق محددة تاريخيا لا تسمح بالخطأ لقيوا إن معدل التغيرات هو أربع أكواد في الجيل يعني كل جيل الأم هتسلم لولادها أربع تغيرات جدا عن الجيل السابق لها والكلام ده متسجل في دراسات وقدام حضراتكم دراسة منشورة بالتفصيل في أونلاين لايبوري وأيضا الجزء اللي فات قدمت لكم أكتر من دراسة حسبوها بمعدل الجيل 29 سنة ده اللي حسبوه فلما أسموا معدل التغيرات التسعمية 29 على أربعة وضربوها في العمر 29 سنة للجيل طلعت عندهم تقريبا بمعدل 6000 وي سنة وبمعدل تغيرات الرينج عندهم ما بين 5000 ل8000 سنة ولكن طبعا هما نفسهم كانوا يطولوا لقوا ما يقدروش يطولوا حتى لو افترضوا أن التغير كان أقل في الأول ولا أكتر ولا غيره ما يقدروش يطولوها عن حد أقصى 10.000 سنة ده للأسف ما كانوش ليتمنوا والدراسات دي اللي قدمتها لحضراتكم ما تلاقوا فيها الكلام ده فمعدل التغيرات 929 على عدد التغيرات أربعة ضربوها في متوسط عمر الجيل طلعت لهم 6000 وي سنة كلام ده بدأ من 1998 كويس طبعا وقتها كانوا يتمنوا أن يطلع عندهم 200 مليون سنة 200 ألف سنة 150 ألف سنة الموضوع خرب معه فبالإضافة اللي عايز مراجع أكتر هقدم بالإضافة لخمس مراجع اللي قدمتها الجزء اللي فات اللي تابع معايا اللي هو جزء 17 من القسم الثامن اللي تؤكد إن هما لما أسوها في عائلات بدقة طلعت من 5000 لعشرة تلاف سنة بحد أقص وبمتوسط 6000 سنة أو 6000 سنة أو شوية هقدم دلوقتي كمان مراجع أكتر بالإضافة لكل اللي قدمتهم تقولينا الويكبيديا تحت عنوان ميتوكوندريا أو MRCA ميتوكوندريا للاست كومن أنسيستر تقولينا إن الجد المشترك إن الأبحاث وضحت إن الجد مشترك عاش ما بين 10 1000 إلى 5000 سنة أيضا ده بحث لرودي والسون وغيرهم والكلام ده تنشر في مجلة نيتشر وعشان يتأكدوا من كلامهم صح حطوه في نموز برنامج كمبيوتر بالتدقيق لجد المشترك وطلع لهم ما بين 10 000 ل5000 سنة وبرضو بمتوسط 6000 سنة كلام ده تنشر في مجلة 431 عدد 431 أيضا دراسة أخرى لنفس الموضوع تقول باختبار 15000 جين في 1600 شخص من مناطق مختلفة دراسة ثانية سابت كل الإرايات دي كلها وقرروا يعمل واحدة مستقلة لنفسهم وبرضو اكتشفوا أن أحدث أمه مشتركة ظهرت فيه خلال حد أدنى 5000 سنة وحد أقصى 10 000 في يناير 2013 لدرجة أن بعض العلماء قالوا أن كل من ندرس الأعمار التي تطلع لنا تتطفق مع الأعمار الكتابية فعلا كلام هذا تنشر في مجال ساينس في عدد 279 دا مش بس دليل يؤكد الخلق حسب الفكر الكتابي والأعمار الكتابية دا هو دليل يؤكد الخلق الكتابي المسيحي فقط للإسلام الذي يقول لك أدم لا يعرف إيه وعد يوسع في الأرقام براحته ولا الهندوس ولا البوز ولا غيره دا لا يؤكد علميا إلا قصة الخلق الكتابية المسيحية فقط فلسطوب لأن الإسلام حتى في النقطة فشل أن يقدم أعمار ووسعت معاه أوي زي من تعرفين أيضا بحث آخر اكتشف التالي ويقول معدل الطفرات التي هي التغيرات في الميتوكوندريا أعلى بكثير مما كان يظن في الماضي كان نفس يطلع لنا معدل بيحصل تغير كل 3-4 أجيال أو 5 أجيال علشان نقول من 120 ألف سنة لا طلع أضعاف التي كنا نتمنى فتاريخ ميتوكوندريا حواء الكلام بيكمل البحث وهي الأم الطبيعية لكل الجنس البشري بناء على هذا المعدل من الطفرات تم تغير الساعة الجينية أنها عاشت من 6500 سنة مضت وليس 200 ألف سنة مضت كما كان يدعوا سابق إيه رأيكم يعني زمان كانوا بيدعوا حواء دي عاشت من 200 ألف سنة الكتابكم غلط لما أسو طلعت لا عاشت من 6000 سنة وكلام التطورين هو اللي غلط كالعادة بل أيضا توضح بعض الدراسات أنه حتى التغيرات بدأت تشير لقصة الخروج من أفريقيا لا مش صحيح ده الخروج بدأ من آسيا من الشرق الأوسط بين قصين بابل القصة الكتابية الموضوع ده هندرسه أكتر تفصيل لأنه هما لسه مصرين على أفريقيا وهشرح إيه اللي عاب اللي عبوها عشان يحولوه من الشرق الأوسط حسب الكتاب المقدس إلى أفريقيا المهم الأمر ده طبعا ضد تطور جملة وتفصيلا محدش يختلف عليه بسبب أنه يثبت أن الأصل للبشر إمرأة واحدة حوق التطور أصلا بيفترض أن البشر ملهمش حاجة اسمها أم واحدة ده مراحل مختلفة تطورية وصلت لكل أنواع الهوم الكثير المزعومة هومو هابلس على هوم رودلفينس على هوم جوتينس على هوم جيركوس ونياندرثال وسيبيان وغيرهم وغيرهم واللي خرج من أفريقيا واللي قعد في أفريقيا واللي خرج بعد أخوه من أفريقيا بعدها بفترة مختلفة واللي كان أثناءها راح لجزيرة وانعزل واللي تاني راح ليه أخوه لسه قعد فبدأ يتناسل مع قصص ولا أحلى أفلام خيال علمي بيعملوها التطوريين تنافس قصة ألف ليلة وليلة ده التاريخ التطوري المزعوم وبعضهم اتناسل مع بعض وبعضهم اتعزل وبعضهم لما اتناسل مع بعض رغم أن هم كانوا أجناس بشر مختلفة في أوقات مختلفة المفروض نلاقي تنوع ضخم من الجنات في البشر من ملايين السنين نووين يجمعهم أب واحد أو أم واحدة لأنهم مجوش من أب واحد ولا أم واحدة ده تضح بالكامل كده جملة وتفصيلا خطأ أو بالتعبير الداري الجلاشي يعني اللي كان محتاج والتطور أن مفيش حاجة أصل واحد للبشر بص بل أصلا حتى لو هنقول طيب في أم واحدة هي اللي وصفت بهومو وقبلها كانت تسمى بأسترالو يعني قردة طيب الهوم أم دي الهومو يمكن هي دي أم البشر المفروض تكون من أكتر من 2 مليون سنة من أكتر من 2.5 مليون سنة من بداية هابلس لأنه من أكتر من 2 مليون سنة الإنسان من قبل بداية ومتنوع وبيطلع في حتة مختلفة بشكل مختلف في مناطق مختلفة وبيتطور في حتة مختلفة فما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش نلاقي أم واحدة للبشر اللي على الأقل لو وجدت المفروض ما توجدش ولو وجدت تكون من ملايين السنين فاكتشف ده بوضوح ضد التطور ويثبت خطأه ويثبت صحة التصميم والخلق الكتابي بالأعمار الكتابية بالقصة الكتابية عن أدم حواء لأنه يثبت أن البشر بدأوا من أم واحدة حواء من بضعة ألاف من السنين حسب نص الكتاب المقدس بطريقة علمية قاطعة كارثية للتطور طب إيه محاولات رد الحبايبنا الحلوين اللي عمرهم هم هيسكتوا تتخيلوا مهما لقوا من أدلة لازم يلفوا ويدوروا ويكذبوا عندنا كم ضخمة من الأدلة لو كان يوجد زرة من الحيادية كانوا استسلموا من زمان وقالوا التطور خطأ والتصميم والخلق الكتابي صح لكن الناس دول عمرهم لا تستسلم ده لو قلتلوهم الشمس هي مكتوبة عليها الخلق صح هيقولك لا ده الشمس دي شمعة حد حطها في السماء معمولة بالمنظر ده لازم هيجدله في كل شي ده عقيدة مش هتنازلوا عنها وعارف نشفان دماغهم أنشف من دماغ المسلمين لما تقولوا إيه اللي موجود في دينك ده ويعاند معك مهما تقولوا ما فيش فايدة الملحدين أكتر في هذا الأمر على فكرة لأن التكبر عندهم أكتر بكتير فإيه محاولات رد مؤيد التطور هي تلات محاولات الأولانية أيوة فعلا ده حواء أم البشرية كلها بس مين قال أن هي الوحدها ده هي الوحيدة اللي نجا نسلها والباقي كله مات يعني كان كتير جدا ستات قبلها ومعاها وعايشين معاها ولكن بطريقة ما أنا أضيف عليها تعبير ما بين قصين معجزية هي نسلها الوحيد اللي نجا ولكن البشر كلنا حاليا جايين من الوحدة دي اللي نجت والباقي كله مات هي الخرافة دي اتنين التمسك بالأرقام الأديمة بتاعتمه 120 ألف سنة و150 ألف سنة و200 ألف سنة يا جماعة ما سبت بالقياس خطأ لا نتلاعب فيها نحاول نغير النسب بفرضيات غير مقاسة ويحاولوا بأي شكل يضربوا المعدل المقاس في عشرين ضعف المهم يفضلوا يتمسكوا بالفرضيات الأديمة ويكرروها ويكرروها رغم القياسات أثبتت أنها خطأ يعني يهملوا المتقاس الأمر القياسي يعني ده العلمي لأن العلم هو الأسلوب العلمي هو الشيء الملاحظ المختبر المتكرر observable, testable, repeatable يهملوا ده ويتمسكوا بفرضيات يعني يهمل القياس ويمسك الفرضيات عشان كده دائما بقولكم الأدلة اللي بيتمسكوا بيها الملحدين دائما assumptions الأدلة اللي بنتمسك بيها إحنا كعلماء مسيحيين دائما numerical متقاسة قياسات المهم يعني أهملوا القياس الأديم أهملوا القياسات وبيتمسكوا بفرضية عشان يقولوا لا معدل التغيرات واحدة على عشرين من اللي تقاس فيحولوا من ستة ألاف سنة إلى مئة وعشرين ألف سنة طبعاً هتستغربوا من لنا بقولوا ولكن ده تتخيلوا إنه هو حقيقة بتنشر على إنها حقيقة بتدرس لولادكم أم على إنها حقيقة لو دخلت دلوقتي على الحاج جوجل كتبت ميتوكوندريا إيف أو ميتوكوندريا حواء من كم سنة هيقولك مئة وعشرين ألف سنة كما لو كانت حقيقة لتقبل الجدل هتلاقي دراسات كتيرة بتقدم هذا الكلام كل هذه الدراسات لو تسيب بس العنوان كالعادة لأن العنوان الكذابة وتدخل في القياسات لن تجد فيها قياسات لن تجد فيها قياسات من جيل عن جيل اللي هي ياخد الإجمالي ويقسمه على المعدل فيطلع جمال التغيرات على معدل التغيرات في جيل فيطلع عنده كام جيل لن تجد في هذه الدراسات هذا الأمر هتلاقيها كلها حسابات وفرضيات مختلفة كلها حسابات مبنية على مبنية على فرضيات اقدروا تأكدوا بنفسكم من اللي أنا بقول فأي بحث هتدور عليه وحتلاقيه بيتكلم على 120 ألف سنة لن تجد فيه معدل مقاس جاب كمية التغيرات ده سامها على معدل التغيرات طلعت له كام جيل لن تجد فيها هذا الأمر ايه المحاولة التالتة يعني عرفنا المحاولة الأولانية هي الوحيدة اللي ناجد المحاولة التانية لا نغير المعدل ونخليه واحدة على عشرين من المعدل المتقاس بفرضيات المحاولة التالتة أخبس بكتير قوي ايه هي لسه تمساكوا في فرضية ان الانسان والقردة خاصة الشمبانزي من جد مشترك من خمسة مليون سنة كويس فعملوا لعبة في منتهى الخباسة بنوا على فرضيتهم الغير مسبتة ان الانسان والشمبانزي من جد مشترك وخدوا التغيرات اللي موجودة في الشمبانزي على انها الاساس خدت بالكم ودخلوا التغيرات في الشمبانزي كهي الاساس والبشر تغيروا عنها قد ايه فطلع عندهم تغيرات ضخمة اسموهم على الاربعة في الجيل فطلعتهم مئات الالوف من السنين لعبة انا سميها لعبة قزرة لو تقرأ في الابحاث اللي بتقدم الكلام ده مش هيسكروا لك عملوها ازاي اختلافات القرى ده بوضوح في الدراسات لانه برضو ده فيها فرضيات المهم المحاولة الاولانية وهي المنتشر حتى الان وهي واحدة من المحاولات اللي بتتدرس لولادكم على انها حقيقة ده لو بيدرسوا الموضوع انا ما اعتقدش اصلا بيدرس لانه صعب ولكن حتى لو ولادكم حيقروا عنه حيقروا عنه حيقروا المعروم والغلط مش المعلومة الصحيح فبيقولوا ايه انه لا ده ما لا يثبت ايوا فعلا فعلا اسناها والانها هي الام المشتركة لكل البشرية من ستة ناف سنة لكن ده لا يثبت ان هي المرأة الوحيدة ام الهي يا جماعة لا دي كانت موجودة وحية ومعاها الاف ستات ام ايه هي الوحيدة اللي ناجت وبقية الستات ناس لها ما نجاش يا سلام والنبي ايه فقعدوا يتطور البشر من القردة بيثيكاس لغاية ما وصلنا الهوموسيبيان وهوموسيبيان اللي كان انتشر وتوزع وراح في اماكن كتيرة وهوموسيبيان ده الوحيدة من الستات الكتير اوي 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 اللي كانوا عاشوا وانتشروا في فوق ال 200 وي الف سنة هي بطريقة ما الناس لها هو بس اللي نجا وبقية الستات يا حرام ولا واحدة منهم الناس اللي بتاعها نجا قرية معزولة مش معزولة وتفر هي دي الوحدها اللي نجت من 6000 سنة الادعاء ده رغم انه بتكلموا عنه كتير جدا وكما لو كان حقيقة اللي بدأ في التفاصيل قلت لكم لن تجدوا عليه دليل علمي مقاس ما يجبلكمش التغيرات وقسموها على المعدل في الجيل لن تجدوا هذا الكلام على الإطلاق هتلاقوا مجموعة فرضيات بدون أساس لكن خلينا معلش ربنا ادانا حاجة اسمها موخ انا عارف ان دي بيئة نادرة هذا الزمان عند بعض الناس الغير مؤمنين بس معلش نستخدمها ياريتي يستخدموها ويتعبوا نفسهم شوية نفكر منطقيا في الفرضية اللي بيقولوها ازاي يفترضوا ان فيه ستات كتيرة قوي 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 قبل حواء واثناء حياتها إلا ان حواء دي هي اللي نسلها ناجة بس ازاي عندنا البشر اللي تفرقوا وانعزلوا في الجزر الاسيوية وامريكا الجنوبية وهجب لكم الاسبوع الجاي او المرة الجاية الخريطة بتاعت الانعزال اللي بيقولوها بل بعضهم راح للمحيط الهادي من عشرات ومئات الالوف من السنين وقعد هناك وبناء على الفكر التطوري انعزلوا هناك وعشان كده بيتليهم صفات مميزة تأثرا بالطبيعة اللي عاشوا فيها عشرات ومئات الالوف من السنين ازاي كل دولة الستات بتعودهم ماتوا رغم انهم لسا موجودين وحواء اللي عاشت في افريقيا الوحدها هي اللي ناس لها ناجة طب الستات اللي راحوا اوروبا هم وسبيا واللي تناسلوا كمان مع نياندرسال في اوروبا ازاي بقى حواء الافريقية هي اللي ناجت وحتى بتعود اوروبا دولة كمان اندثروا طب اللي عدوا وعاشوا وراحوا في اسيا بما فيهم جزر اسيوية بما فيهم اللي وصلوا لاستراليا سكان استراليا الاصليين حواء دي بتاعت افريقيا ازاي راح تقتلت الستات كلهم هناك وهي ناسلها هي اللي عاش في استراليا فلو زي ما بيدعوا عنق الزجاجة ان كان هناك بيقولوا لنا ايه البشرية كانت قربت تندثر حالو حتى في قبائل المعزولة ايو ومالو نمشي معاكم ومالو ووسط البشرية لأدوبك عشر تلاف بشر بس طبعا مش عايزين يقولوا ستة ولا تمانية الطفان عايزين يقولوا عشر تلاف ماشي الكلام ده من امتى من مئة الف سنة ماشي طب لو مشينا مع كلامهم يعني هناك من العشر تلاف بشر في خمس تلاف امرأ خمس تلاف راجل وخمس تلاف ستة خمس تلاف دولة اللي فضة البشرية تنقرد 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 لغاية ما وصلت لعشر تلاف بشر يعني منهم خمس تلاف ست دولة مختلفين عن بعض تماما في مناطق مختلفة في الارض كويس ياس يعني تاريخيا وجغرافيا مستحيل ان يتبقى ميتوكوندري حواء واحدة رغم ان انتوا بتقولوا حتى في اقل نقطة كاد الانسان ان ينقرد كان فيه خمس تلاف امرأة حتى في الاماكن المعزولة ده يطابق الوصف الكتابي فازاي فسروا الكلام ده مع اعتراف الكل ان كان هناك فيه بشر معزولين موجودين حتى الان بل ازاي افترضوا هوموهابلس هومو ردولفينس وجواتينس وهيدلبرجينس وفلورينس واريكتاس وارجاستر وجوارجيركورس ونياندرثال وسيبيان وغيرهم انتشروا في العالم واللي تعزل واللي تناسل وي وي وهي حواء الوحيدة ام 6000 سنة بتاعة افريقيا هي بس اللي نسلها ساد الكرة الارضية دي كلها فدي فرطية غلط غير مثبتة بل اللي يستخدم الحاجة اللي موجودة فوق دماغ اللي فوق رقابته اللي اسمها الدماغ دي هيعرف انها غلط مع ملاحظة ان حتى الفرطية دي تثبت الخلق لان فكرة انهم يدعوا القدم كل نساء ماتوا وما سابوش غير نسل واحدة ساد اللي نسلها باقي طبعا ده يتفق مع العمر الكتابي لان ليه احتمال واحد دي ان ميتوكوندريا يشهد على اصل البشر هي جدة واحدة بلى فيه كانوا غيرهم واندثروا وملهمش اي اثر دلوقتي لأ واحدة حقيقية لقالها الكتاب ولكن حتى لو نتماشى معهم جدلا مش قصة انه كان فيه نساء كتير واندثروا وقعدت حواء واحدة نسلها اللي بقى او ستات قليلين واحدة منهم بس اللي بقت مش دي برتو تشيل لطفان ولا انا غلطان يعني البشر الحاليين من ام واحدة اصل البشر اندثروا وقعدت مجموعة بشرية اوليلة جدا جدا من بضعة الاف من السنين هي روحدها اللي قعدت لو تماشينا مع كلامهم ده مش ده برضو يشيل للطفان اللي اندثرت فيه كل النساء في كل مكان في العالم ومقعدوش غير اللي هي امرأة نوح والتلات زوجات لنوح اللي كان برضو اصلهم واحد مش ده الطفان ولا انا غلطان برضك يرأيكم كل ما يحفروا حفرة يقع فيها زيادة حكمل الرد على المحاولة الاولانية دي اللي هي الوحيدة اللي نجت والبقين لقى والمحاولة التانية ان يستخدموا الاياسات الاديمة مش الاياسات يستخدموا الفرضيات القديمة عشان يزوو يقللوا المعدل واحد على والرد الثالث الخضعة الخبيثة اللي اعتبروا الاصل هو الشمبانزي وتغيرات الانسان عن الشمبانزي فضعفوا عدد التغيرات كلام ده هيكون في الجزء الجاي ان شاء الرب وعجد المهم حتى دلوقتي لو التطور صحيح بانواع البشر التطورية المختلفة المزعومة ازاي نلاقي بأدلة جينية واضحة ان كل البشر لهم ام وحدة حواء بل ازاي نلاقيها بالزبط تطابق الاعمار الكتابية من ستة الاف سنة علميا تيثبت علميا بطريقة قاطعة ان الانسان تصمم بدقة من الاف السنين وفعلا بدأ زي ما قال الكتاب بآدم وحواء البشرية فقط من ستة الاف سنة زي ما قال الكتاب الكلام ده اللي لسه حد الغايد دلوقتي بيشكك في قصة آدم وحواء وخاصة المسيحيين واسمع واحد مسيحي بعد كده يرجع يقول لي ادب اسطوري يعني مش عارف اقوله ايه ده علم الجينات رغم كل المعاندات اللي بيعملوها الملحدين وسيطرتهم على العلم والكتب بتاعهم ولكن غصبا عنهم بتتضح هذه القياسات علم الجينات بطريقة قاطعة اكد وجود حواء فعلا جينيا من ستة الاف سنة يثبت خطأ التطور يثبت علميا بطريقة قاطعة ان فعلا الانسان اتخلى من الاف السنين يعني علم الجينات بيؤكد دقة اللي قاله الكتاب المقدس عن خلقه والاعمار وفعلا الانسان اتى من اب واحد وام وحواء اقل وادم وحواء زي ما قال الكتاب ورغم ده مفيش فايدة مش هيعترف الملحدين بخطأ العقيدة التطورية بتاعتهم اللي بيؤمنوا بيها وهيستمروا يحربوا الفكر الخلقي المثبت علميا بكل هذه القياسات ربنا يبارك حضراتكم والمجدول الله دائما واسف كالعادة لو اخطأت بفعل بقول التعبير بمعلومة صدقوني طبعا لو ده كان حصل لم يكن عن قصد وربنا يبارك حضراتكم ندخل فيه الجزء التاني وهو الشبهة اللي من سفر يشوع اللي من سفر